احتفاء بالقارة الإفريقية في مجالي الموضة والإبداع يحتضن الموقع الأثري شالة الدورة الرابعة عشر من المهرجان الدولي للموضة بإفريقيا الذي ينخرط في فعاليات الاحتفال بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية وهي رسالة قوية هدفها جعل الرباط منصة ثقافية ذات أبعاد دولية تساهم في إشعاع الثقافة الإفريقية على المستوى الدولي الدورة الرابعة عشر التي يحتضنها موقع شالة الأثري تعد محطة هامة تميزت بحضور العديد من الوزراء الأفارقة من 52 دولة وكذلك يشارك خلالها مصممين من مختلف أنحاء العالم الكل قدم إلى هنا من أجل المشاركة في هذه التظاهرة الكبرى أزياء نسائية مثقلة بإرث الثقافة والتاريخ ومصممة بطريقة معاصرة وجذابة تنهل من الأصارة والثقافة المغربية والإفريقية العروض هنا متنوعة في هذا الفضاء والتي تسلط الدوء على موضة إفريقيا التي تعتزم عن تصنع لها مكانا في عالم الأزياء والموضة جئنا إلى هنا بضعوة من المنظمين نمثل بلدنا غينيا ونعرض الأزياء التي تعكس ثقافتنا وسعداء جدا بالمجاركة في مصابقة الأزياء والتصميم أعتقد أن هناك موضة تكستيل اليوم كانت توجد في هذا العرض من المنظم الإفريقية التي نعرض فيه لمنتوجاتها وهي حقائب نسائية وهي مستوحة من الموروط الثقافي المغربي الفوسيفساء هذا الموروط الغني الذي تصخر به البلد المغربي الحبيب وهذا فخر لنا الحدث يبرز الهوية الثقافية للقارة الإفريقية وإمكانيتها الاقتصادية ويشكل أيضا أرضية تلتقي فيها قارات العالم الخمس بحكم أن الثقافة تمثل أفضل وسيلة لترسيخ مبادئ السلم كما تعد فرصة للتعرف على صناعة تسعى لمد أجنيحتها عبر أنحاء القارة وتأمل في أن تنفذ إلى صاحة الموضة العالمية